المتحدة أراضي الفلسطينية و497 بما يتعلق بالجولان السوري المحتل وبالتالي الولايات المتحدة انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بالإضافة إلى انتهاك هالجسيم لكرارات الأمم المتحدة وبالأخص 242338 و497 متعلق بالجولان السوري المحتل حقيقة هذه الإدارة الأمريكية الحالية التي تحمل مخزون كبير من الأيديولوجيا العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه لن يغير من واقع أن هذه الأرض هي أرض محتلة بناء على قارات الأمم المتحدة وبناء على ما أجمع عليه المجموع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام والمنظوم تعدد الأطراف هذا الإسقاط لا يعني شيء هذا تقرير ليس تقريرا هو عبارة عن مجموعة مبررات لإسرائيل للقتل وهي إطلاق يد إسرائيل وعنان المستوطنين ضد أبناء شعبنا هذا لن يغير من واقع أن إسرائيل هي قوة احتلال وهي قوة استعمار وأن التقارير الأممية الشفافة والصادقة هي التي تتحدث عن هذا الموضوع هذا القرار بإسقاط صفة الاحتلال على الجولان والضفة الغربية يندرج في إطار الوقاحة والشذوذ والخروج عن النصوص وعن الإرادة الدولية لحكومة ترامب أو إدارة ترامب والمتطرفين الصهاينة في إسرائيل وبالتالي هذه تأتي دعم إلى كل القرارات التي اتخذها الكنيسة والحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل من أعلان قومية الدولة القومية اليهودية في فلسطين وصولاً إلى تحت المجال للاستيطان واستباحة الحياة والبشر وتجاوز كل الخطوط الحمر وأيضاً إلغاء قضية اللاجئين إذن ليس بجديد على إدارة متطرفة في البيت الأبيض يقودها ترامب ترجمة نانسي قنقر